القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بيش أصبح أصبح تقدم ينبغي للعبد أن ينكر ذاته في كل حين ولا يبحث عن الشهرة ولا يبحث عن حديث الناس ولا ثناء الناس فالناس لا ينفعون ولا يضرون ولذلك أصل الله جل وعلا هذا المنهج منهج إنكار الذات في القرآن فحينما ذكر الأنبياء والرسل وعددهم يربوا عن 114 ألف نبي ورسول لم يذكر منهم في القرآن إلا 25 لكن الله سبحانه وتعالى بين عملهم قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكريما بل لما ذكر مؤمن آل فرعون ذكر قال مؤمن آل فرعون والله يعلم اسمه وكان يعني ممكن أن يذكر اسمه لكن الله جل وعلا بين ماذا قال قال أتقتلون الرجل أن يقول ربي الله وجاء من أقصى المدية رجل يسعى من هذا الرجل ما ذكر اسمه لكنه بين عمله الذي قام به ونصيحته للناس فلذلك الناس لا ينفعون ولا يضرون وينبغي للعبد أن لا ينظر لثناء الناس ولا مدحين فالناس لا ينفعون ولا يضرون إنما النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أول من تسعر بهم النار ثلاثة لما ذكر ذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال عالم ومجاهد وكريم يعرف كل منهم نعم الله عليه لكنه كان يبحث عن ثناء الناس فنال ما أراد في هذه الدنيا لكنه نال الخسرى المبين لأنه لم ينظر إلى آخرته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر